اشتركوا في القناة والو ما كي ينشب حالو هكو قلبي ثالو من غيرو ما يرضهش كلي جديد الفنان نورزين وكليب أغنية والو من كلمات وألحان شعاب تلمساني وتوزيع وموسيقى عمار نجيب وعزيز الخالدي وعملنا لكليب في مراكش ومدينة قزا لا ليس هي قصة حب وإنما لحسب النطاق الأغنية كما كان عارفها في إقاع اللاتينو وحاولنا ننسل واحد السيناريو الذي يكون في متناوين عن الأغنية لأن الأغنية ليست غنية ومثل راكع وإنما هو يجسد طور الأغنية وعلى شلال يجدت لها لا يكن من أن أرى الأصل لها مراكشي وكان أفكر أن الأغنية يداد الكثير من التعايد ولكن إن شاء الله نحاول نستدع شيء مراكشي بشكل مراكشي وهذه 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 وهو الصراحة أنا في الداخل ديلي عندي واحد الفوكهاء ولكن إذا جبت هذا الوقت ولكن لم أغلش نمتل لنا الفوكهاء وإنما أغلش نمتل في نيطاق ممتل فقط وهو الصراحة كانت يحط لي الفرصة باش نشارك في برنامج اللي كنشوفه لكن هذا صراحة من البداية ديالتي كنت أنا مصر باش نكون كما كيقولوا عصامي وكن خدم الراسي ونطور راسي براسي لهذا ما عمرك كانت عندي الفكرة بأننا سنشارك في برنامج علمه بأن البرامج تكون بعض المرات سيكون فيها كما كنقولوا تكون فيها الوجهيات لهذا ما كنلاش نمشي أنا ونشارك في شيء حاجات لا وما خليني نمشي بدرجة الدرجة أولا كما كان نشاهدوا دبارا هذه النقطة ماشي أنا كان عنيا يعني جميع الفنانات للشباب واللي معروف انت وما كذلك شوية وما أخذوا من حقهم هذا السؤال كنت كان يطرحون أنا كيطرحون الناس خرين لهذا لاش واش الإعلام ولا براميج لما كانوا كنشاركوش فيها يعني تلفازية وبراميج حفالات المعروفة لهذا هذا السبب ماشي بأنه نحنا ما كنت نجوش بالعكس نحنا كنا نجو أعمال ديونا وكنت نجو من المال ديونا الخاص وهذا المشكل كنرجع للناس اللي مسؤولين وإن شاء الله كان طالبوا بأنه يشوفوا في الشوفة ديال الشباب ويعطوهم فرصة لا ضروري بأنه أصوات ديما تبان تبان معروفة ويعطوهم حق حيث هناك أصوات معروفة معروفة وتستحق أكثر من اللي معروفة أنا كما كيعرفوني الناس يعني اللون اللي كان تميلة واللون الترابي يعني عندي أعمال اللي شفناها تقريبا الكليبات اللي عملت هي كان عاصر الغنية الشبابية ولكن كان دير فيها اللمسة الترابية ولكن كان حطار كلمات تكون في المستوى ولا حتى في الألحان اللي يكون أي واحدة كما كان قوله يتصنطلها سواء في الكلمات أو في الألحان أما باش نرضون مثل أنا من إله لا ممكن من الأحسن بقى كما يعرفون الناس باشحة الفنان راولي كي بقديمة وكي بدع في الفن اللي كان يعرفوا به الناس ماشي كي تسمى كما كنا نقول يعني تقليد تقليد الأعمى هذا الشيء ما دي مالإنسا كيتطاع فبعض الحال إنتاج من إنتاج خاص ديالي وهذا الشيء معروف أي فنان من فنان للشباب كي ينتج باشي يوصل هذا البروجي دياله المستعمى على الجمهور دياله هو الفنان المغربي ماشي ديالبان معنا عبر القدم ديما كيعاني تدكول وجهيات وهذا لا يظن بأنه عراقل وإنما الإنسان هو اللي يكافح ودي اللي في جهده باش يوصل ديالرسالة اللي بغاه هو واللي الموهبة اللي كانت أعطالي الله خليني بعيد خليني أنا خايفك لا تبليني خليني بغرامك وتولفني بكلامك وتمشي وتخليني خليني بعيد خليني وبصراحة أنا دي السؤال كانت طرحوا هنا ديما كما كان قولوا كما كان شوفوا ديما أصوات معروفة ديما كانت طروا حد الدائرة واش هذا السؤال كانت طرحوا هنا واش هاد الأصوات ما احترامة إلا هم واش هم اللي كينين واش مكيش أصوات أتبارك الله راكين تقطغ ما معروفهاش ولكن حسن من اللي معروفة يعني ما خافية كانت أعظم لهذا احنا نحاوله حيث احنا كنا بقوم غرفة نعطيه فرصة للشاباب وكين تقاتلتها في الغنى وفي التلحين ماشي ضروري يقول في الناحية كما كان عفوه ما حال هذا دازل مدراسة عبدالحاليم وعبدالواب كلهم اصوات مهراه ومجوا شواصوف يعني كون الناس كانوا مقتصرين على كل الأوجوه ما حدوش يوصلنا في هذه الطرجة لهذا احنا كنا نتمنى والناس المسؤولين اللي يعطيه الفرصة للشباب والمغنيين اللي معروفين حاول يعطيهم حقوم شوية اللي غير معروفة كما كان عارفو نورزين اي بعض الجديد ديالو كديمة يصدر اعمال جديدة ان شاء الله احنا في صادات في الاشتغال في عمال مغربي وان شاء الله انتظروا عما قريب بصراحة كان شكر التقم شوف تيفي على استضافة وكان شكر كل الناس اللي يساندون نورزين داخل المغرب وخرج المغرب وكان شكر الاخت التهياء على الاستضافة وشكرا لكم كثير اشتركوا في القناة